وتعالوا نسمعوا بقلبنا لأن هذا الحديث محتاج مع كسرة سمعنا لهذا الحديث محتاج كل مرة نعرف الجمال الذي في هذا الحديث يبعا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وإن تقرب إلي شبرة تقربت إليه زراعة وإن تقرب إلي زراعة تقربت إليه باع وإن أتاني يمشي أتيته هرولة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم و هو بيروه هذا الحديث عن رب العز والحديث دوات بهذه الصياغة يكون حديثا قدسيا وطبعا أنتو عارفين أن العلماء ميزوا بالحديث القدسي عن الحديث النبوي بأن الحديث النبوي يكون من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أما الحديث القدسي فرسول الله يروي هذا الكلام عن رب العز موسيقى